بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع درسنا النهاردة هو عبارة عن تطبيق بيتم تحميله من بلاي ستور التطبيق مجاني اسم البرنامج أنسين بنذهب أولا إلى البيلاي ستور بنكتب اسم البرنامج أنسين البرنامج الأول هذا بيتم تحميله أضغط عليه أضغط على تثبيت أضغط على قبول رجعنا لكم بعد ما حملنا البرنامج بندوس على فتح فتحنا البرنامج بنبدأ نستطابه نضغط على السهم الصغير في الأسفل تاني 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 هو هنا بيقول لك بيجيب لك آآ السيم بتاع الفيسبوك والواتس آب والفايبر والتليجرام هنا بيطلب مننا آآ الوصول لصلاحية الإشعارات أو التمكين من الوصول لصلاحية الإشعارات بنضغل هنا في الأسفل على هذا المربع على انابل بنعلم على جنب البرنامج في المربع الصغير أعلامة صح دوس موافق نرجع تاني هذا هو البرنامج البرنامج سهل جدا هنشرح البرنامج وميزاته أولا ايه هو السين السين هي الرسالة اللي بتظهر في الإشعارات في الهاتف يعني مثلا لو حد بعت لك رسالة هتلاقي الرسالة دي تظهرت هنا في الإشعارات هوريكم مثال مثلا حد هبعت للوقتي رسالة على الواطس فهتظهر للسين السين الرسالة اللي زهرت دي هي السين تمام ايه هو البرنامج بقى البرنامج ده عبارة عن ايه هو بيخفي السين ايه اخفاء السين يعني لما حد بيبعت لك رسالة وانت بتقراها هو ما بيشوفش ان انت قارتها وده بيسبب مشاكل كتير جدا ان انت اللي وقت ممكن حد يبعت لك رسالة وبتقرأ الرسالة وبعد كده يقول لك التقاريط الرسالة وبيحصل مشاكل ما بين الطرفين ان هو ما ردش عليه في الوقت وممكن يكونش فاضي ممكن يبعته بعد كده مسلا رسالة او رد بس التاني بيحصل زعل او مشاكل من الموضوع دوت البرنامج ده بيرفع عنك الحرك دلوقتي انا الرسالة ببعتت لديت انا هقرأها دون علم الاخر بمعنى دلوقتي الرسالة دي جات لعالواتس ايه ديت ايكونة البرنامج بتظهر لما حد بيرسلك رسالة اللي هو شكل التخفي دوت اولا البرنامج مكتوب اه اول مسج هنا بيزهر كل الرسائل ايه كل الرسائل الرسال بتاعت المسنجر ومسال بتاعت تليجرام والرسال بتاعت الفايبر ورسال بتاعت الواتس ايب يعني هنا اللي هو الايكونة الاولانية ديت او النفذة الاولانية دي بيزهر فيها كل الرسائل اما لو انت عايز تجيب كل الرسالة الوحدية هتخش على التخصص بتاع زي المسنجر زي مسال الفايبر هتخش عليها الوحدية دلوقتي انا جات للرسالة على الواتس ايب ممكن اخش عليها من هنا من الواتس ايب بضغط على الراسل اسم الراسل وبقرأ الرسالة انا لوقتي قرأت الرسال يعني مسلا دلوقتي هخليه بعاتل رسالة تانية وانا هخرج من البرنامج خالص بردك عشان نشوف تطبيق البرنامج بيشتغل ازاي اهو هنكتب مسلا هاي اهو انا كده جات للرسالة تمام بروس هنا اغلاق عشان اعمل خاصية الرسالة المنبسكة طبعا كتير ما بيعملهاش فانا دلوقتي بدخل على هنا اغلاق عشان رسائل اللي جات لي ممكن اخش على الواتس ايب هنا على طول وبفتح الرسالة بقرأها عادي ده محتوى الرسالة ممكن اقرأ اللي فيها وبقرأ الرسالة والراسل ما بيعرفش اصلا انت قرأتها يعني ما بيجلهوش علامتين الصح اللي بتزهر جنب الواتس ايب اللي انت قرأت الرسالة دوت كان موضوع درسينا النهاردة برنامج سهل وجميل جدا وبتم تحميله مجانا بالبيستور وبيرفع عنك الحرج وبيرفع عنك المشاكل مثلا بينك وبين احد زميلك او او بينك وبين اي حد من اقاربك ممكن تكون انت مش فاضي في الوقت ده ترد عليه بعد كده ترد عليه في وقت تاني يا رب تكونوا استفدتم من الدرس استفيد بالدرس وفيد غيرك بالمعلومة اذا عجبك الفيديو ما تنساش تغطي لايك اسفل الفيديو الاشتراك بالقناة كان معكم اخوكم الفارس حسين اشتركوا في القناة